سلام شباب اجاني تحدي على هات الباركور قل لي صاحب الباركور او صاحب التحدي انه لازم اختمه بتلت دقائق يا شباب وطبعا انا بصراحة مليت من التحديات اللي بتعطوني عليها بس وقت انا عب بستسهل هاتتحديات كتير فرح احطى حالي شرط اتحدى حالي بشرط يا شباب واتحدياكن لكم كمان اولا التحدي لقال لي يا شباب اني اختمه اقل من 3 دقائق هاي اولا تانيا ما لازم اموت ولا موت مع العلم الماب فيه افخاخ يا شباب الماب فيه افخاخ يعني ما لازم اموت ولا مرة ان كان بفخ او غير فخ التحدي التالت يا شباب اني اتصنف والتصنيف مو اي تصنيف المركز الاول بهذا الباركور يعني معلم بلعب انا وشو انا عب بختم التحدي لازم اتصنف الاول ولازم اختمه بدون ولا غلطة وكمان لازم اختمه اقل من 3 دقائق والاول طبعا يا شباب الاول هلا حاليا المتصنف اول عن ما بخيطه مو اكتر من تل دقائق مشان يكون عنكم علم انا رح اخطمه اغال من تل دقائق والتحدي اللي رح اتحداكم يا شباب اللي هو انكم اتوصلوني الف لايك خلال ساعتين فقط اذا وصلنا الف لايك خلال ساعتين وعد رح اطلق احلق لكم هالشعرات الحلوة على اللايك على الزيرو او بفيديو كما اذا بتكون فخلونا نقول بسم الله ونركز شوي بالتحدي يا شباب لان اول مراحل سهلة ولكن هالمراحل اللي هلا بتجيه بتزحى الطلاع فيها خلينا نركز فيها صح ومشان كمان ما ننسى انه في افخاخ في الماب يعني يا شباب لا نطيت نطة خفيفة بس الحمد لله وصلنا وتشبسنا ايزي 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 هلا هون يا دول يا شباب السياخ الكبابة لازم تركزوا فيهم ما بعرف السياخ الكبابة ولا هدول تبعات نادي الحديد ما بعرف المهم لازم واحد يركز فيهم ونه لازم على الصخر وبعد وصلنا تقريبا المرحلة الاخيرة طبعا الماب مراحله بالنسبة الي سهلة بس بالنسبة اليكم ممكن تكون صعبة يعني مستحيل تجيبوه بثلاث دقائق ولكن سيريانو لديكم باخر نطة لا خوف عليكن وبسم الله بسم الله يسعد دين اخياب السيس يسعد دين اخ شوفوا لسه ع دقائتين ما خلصوا دقائتين يعني لسه دقائتين ها هلا لحتى صار دقائتين يا شباب هلا لحتى صار دقائتين وسانية هو طلب مني بثلاث دقائق انا ختمت بدقائتين وسانية واجزاء من السانية وتصنف من الاول وبدون ولا غلطة ويزي خلانا اطلع نفرجيكم الاول شقد كان خاتمه يا شباب شوفوا الاول خاتمه بثلاث دقائق وطمعش ثانية اسم عبودي انا معلم اخدت منه التصنيف بدقائتين فقط بدقائتين فقط فايزي مان ايزي